قال تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص ومن القصص العظيمة التي قصها الله تعالى في كتابه قصة أصحاب القرية إذ أرسل الله تعالى إليهم رسولين كريمين يدعوانهم لعبادة الله وحده وإخلاص الدين له وينهيانهم عن الشرك به ومعصيته فما كان منهم إلا النكران والتكذيب فأرسل الله تعالى إلى جانب الرسولين رسولا ثالثا اعتناء من الله بهم وإقامة للحجة عليهم بتوالي الرسل إليهم فتماد القوم في عنادهم وتكذيبهم وجعلوا من قدم عليهم بأجل نعمة وكرامة قد قدم بحالة من السوء والشر تشاءموا بها وتوعدوا رسولهم لأجلها قال تعالى قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون لقد اتهم المشركون رسولهم لأنهم ذكروهم بما فيه هداهم وصلاحهم ونسي هؤلاء أن ما هم عليه من الشرك والإسراف في المعاصي سبب لما يحل بهم من وقوع المكروه ورفع المحبوب وحلول النقمة وزوال النعمة ولأن الله يهدي بهدايته من يشاء فقد جاء إلى القرية من مسافة بعيدة رجل كان قد سمع بدعوة المرسلين فآمن بهم وعلم ما رد به قومه عليهم فدعاهم ونصحهم باتباع المرسلين الذين يدعونهم إلى الحق بلا أجر ولا جعالة فكان مما دعاهم به أن قال وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون لقد أعلن إيمانه بالله رب العالمين وأظهر نصرته لعباده المرسلين فوثب إليه قومه وثبت رجل واحد فقتلوه فلما عاين النعيم الذي أكرمه الله به بعد موته تمنى أن لو علم قومه بما عاين من إكرام الله له وما هو عليه قيل دخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين قال قتاده فلا والله ما عاتب الله قومه بعد قتله وبعث الله إليهم جبريل عليه السلام فأخذ بعضادتي الباب الذي لبلدهم ثم صاحبهم صيحة واحدة فأخمدت أصواتهم وسكنت حركاتهم ولم يبق منهم عين تطرف قال تعالى عن بيان عقابه لهؤلاء إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون